قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم الشي بيدلي بأقواله أمام محكمة القاهرة الجديدة بخصوص صفعة الشحات ويؤكد عدم رغبتي في تراجع عن القضية بيدروس منحنا هدايا لهجوم فرنسا ولم نخلق أي مشاكل لدفعهم ونحس بخيبة أمل أول تصريح فرنسي بعد مباراة المغرب وفرنسا في نهائية كأس العلم للسيدات والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار الشي بيدلي بأقواله أمام محكمة القاهرة الجديدة بخصوص صفعة الشحات ويؤكد عدم رغبتي في تراجع عن القضية غادر محمد الشيبي لعب بيراميدز قبل لحظات محكمة القاهرة الجديدة حيث تم الاستماع إليه من طرف النائب العام بخصوص شكواه ضد لعب الأهل حسين الشحات وحذر الشيبي إلى المحكمة رفقة ثلاث محامين ومسؤولين عن نادي بيراميدز حيث أدل بكل أقوالها التي تخص الواقع مؤكدا عدم رغبتي في التراجع عن قضيتها ومن المرتقب أن يتم استدعاء اللاعب حسين الشحات من طرف هيئة المحكمة من أجل الاستماع إليه ومتبعته بتهم الضرب والسب والقذف والإهانة مع الترويع والتهديد والتخويف والبلطجة يشار إلى أن حسين الشحات قام بصفع الشيبي الذي كان يحتفل مع زملائه بالانتصار الذي كان قد حققه بيراميدز على الأهل بناتجة ثلاثة سفر بيدروس منحنا هدايا لهجوم فرنسا ولم نخلق أي مشاكل لدفاعهم ونحس بخيبة أمل أكد الفرنسي رينالد بيدروس مدرب المنتخب المغرب النسوي أنه فخور لما وصلت إليه لعبة الفريق الوطني في نهاية كأس العالم للسيدات رغم هزيمته بربعية نظيفة أمام المنتخب الفرنسي في الدور الثمن النهائي وقال بيدروس في تصريع صعفي بعد نهاية مباراة فرنسا فخور بأداء لعبات والإقصاء من ثمن النهائي أمام فرنسا أمر عادي بعدما ظهر المنتخب بوجه مشرف في أول تجاربها وأضف علينا نسيان هذه المباراة والتفكير في الفترة القديمة من أجل استثمار هذا الإنجاز مستقبلا حيث سنوصل الاشتغال ابتداء من شهر الشتنبر القادم وأردف نحس بخيبة أمل من الإقصاء لم ندخل في المباراة بشكل جيد ولم نخلق من شكل دفاع منتخب فرنسا كما أننا ارتكبنا الأخطاء في الدفاع ومنحنا هدايا لهجوم الخصم أول تصريح فرنسي بعد مباراة المغرب وفرنسا في نهاية كأس العالم للسيدات هنأت الصفارة الفرنسية بالرباط منتخبها النسوي على تأهل لدور ربع نهائي لكأس العالم للسيدات كما أشهدت كذلك بلبوءات الأطلس بعد وصولهن لدور التمن وجاء لتدوينة لصفحة الصفارة الفرنسية بالرباط هنئة للمنتخب الفرنسي النسوي تأهله للدور ربع نهائي وهنئة للبوءات الأطلس على مشوارهن التاريخي في هذه النسخة من كأس العالم فيفا للسيدات وتضيف الصفارة كان أداء الفريقين رائعا وسادت الروح الرياضية بينهما وكانت سيدة فرنسا قد هزمن سيدات المغرب بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة التمن والتي عرفت استئساد الفرنسيات على المغربيات من جهتها نقلت الصحف والقنوات التلفزيون الفرنسية صورة المدرب الفرنسي هيرفيرونار مدرب المنتخب الفرنسي النسوي وهو يتفاعل بشكل عادي دون الاحتفال بالأهداف المسجلة في مرمى المنتخب الوطني المغربي للسيدات وكانت صور كاميرات التلفزيون تتوجه في كل مرة للمدرب الفرنسي هيرفيرونار حيث لم يحتفل بأي هدف من الأهداف الأربعة التي سجلها المنتخب الفرنسي في مرمى المغربيات ضمن مباراة تمن نهاية كأس العالم أستراليا ونيزيلاندا وهو معتبارته احتراما من المدرب الفرنسي للشعب المغربي بعد تجربته السابقة مع أصود الأطلس علما أن رونار صرح في أكثر من مرة أنه يمكن كثير من الحب للمغرب والمغاربة القجع يتنزل عن شكاية ضد أنصار الرجاء متهمين بالتشهير كشفت مصادر متطابقة أن فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنزل عن شكواها المقدمة في حق عدد من المشجعين المحسوبين على فريق الرجاء الرياضي الذين كانوا وراء الحملة المغرضة ضده والتشهير بها وأكدت المصادر ذاته أن القجع قام بسحب شكايته ضد عدد من أنصار فريق الرجاء الرياضي الأمر الذي أدى إلى إطلاق صرحهما وأيضا تم رفع قرار عدم مغادرة التراب الوطني في حق بعد منصر النادي الأخضر وذلك بعد التنزل الذي قدمه رئيس الجامعة وزدت المصادر نفسها أن القجع قام بالتنزل عن شكايته بطلب من المتهمين بعدما اعترف عدد منهم بأنه تم التغرير بهم فقط وأنهم إن جرفوا وراء حماسي وحشق ناديهم ولم يكنوا يعلمون عواقب تصرفاتهم من جهة أخرى أصدر غيرينبويز وأيغلز الفصيلان المساندة لفريق رجاء الرياضي لكرة القدم بلاغا جديدا أكد فيها أن المقاربة التحسيسي التربوي وكانت وما زالته الحل وإعادة التقى في المؤسسات عبر إعادة النظر في تصرفات وتصريحات عدد من المسيرين والإعلاميين الرياضيين التي تكون سببا في تأجيج الأوضاع وضحتوائها ودع الكورفا سود كافة صفحة مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير المتنقل إلى الملعب الرياضية إلى إعادة النظر في الأساليب المستعملة في الدفاع عن نادي رجاء الرياضية عبر الاحترام المتبادل داخل نداق حرية التعبير التي يكفلها الدصور وعدم المس بالأمهات والأشخاص ودعوة إلى من يهم الأمر الذين يحملون الصفة القانونية بتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن نادي بطرق المشروع عوض الانبطاح خوفا على منصبهم حتى لا تظل الجماهير عرضة لمشاعر الاحتقان كما عبر الفصل الدات عن رفضه كل أساليب العنف داخل الملعب الرياضية وخارجها محترف الجدد في أوروبا يستعدون لتمثيل منتخب أصود الأطلس يواجه المنتخب المغربي الأول نظره منتخب ليبيريا في التاسع من شتنبر المقبل بمدينة أغاديرا في إطار الجولة الأخيرة من تصفية بطولة كأس أمم أفريقية التي ستقام مطلع السنة المقبلة في انتظار مواجهة منتخب بوركنافا سويدين في الثاني عشر من نفس الشهر في مدينة لانسا الفرنسية وفي هذا الإطار ذكر موقع العرب الجديد أنه حصل على معلومات من مقاربين من المدير الفني لمنتخب أصود الأطلس وليد راقراجي أكد خلالها أن الأخير مهتم بالثلاث محترفين مغاربة جدد في أوروبا يريد دعوتهم إلى الصف في المنتخب المغربي الأول خلال المعسكر التدريبي المقبل الذي سيخوضه داخل مركز محمد السادس لكورس القدم ويتعلق الأمر بإسماعيل سيباري لعب أيندوغمضا الهولندي وأسام العزوزي لعب نادي بولوني الإيطالي ومهدي بوكامير لعب نادي شارلور والبلجيكية وسبق للعناصر المذكورة أن تألقت ولفتس الأنظار خلال مشاركة المنتخب المغربي الأولمبي مؤخرا في نهاية بطولة كأس أمام إفريقية تحت 23 سنة إذ لعبت دورا باريزا في تتوجي المغرب بلقب الكانو والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وعليه يريد أعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي الأول اختبار مؤهلاتهم الفنية والبدنية في الفترة المقبلة للحكم على مستواهم وما إذا كانوا قادرين على تحمل المسؤولية لاستدعائهم لخوض بطولة كأس أمام إفريقية المقبلة مع المنتخب المغربي الأول الشيبي يدلي بأقواله أمام محكمة القاهرة الجديدة بخصوص صفعة الشحات ويؤكد عدم رغبتي في التراجع عن القضية بيدروس منحنا هدايا لهجوم فرنسا ولم نخلق أي مشاكل لدفعهم ونحس بخيبة أمل أول تصريح فرنسي بعد مباراة المغرب وفرنسا في نهاية كأس العالم للسيدات والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار